اشتركوا في القناة الاتفاقيات اللي هي الهدنة وتبادل الأسرة عشان كده حتى أسر الأسرة والرهائن اللي موجودين لدى حماس كانوا غطبوا ونزلوا في تظاهرات نتانية هرد على الاتهامات وقال انه هو ايضا بيطالب برفع حظر النشرة عن التحقيق مدفعا عن نفسه بانه ما فيش اي تسريب من مكتب رئيس الوزراء وانه كل الحاجات اللي كانت منتشرة دي دي كلها كانت وصائق مزورة وما فيش اي حد كان لي علاقة بنشرها قاضي اسرائيلي بيقول المعلومات السرية اللي سربها مساعد نتانياهو فقودت جهود اطلاق صراحة الأسرة وزي ما بقول لكم فالموضوع كان كبير وفيه تحقيقات لكن بقى اللي حاصل انه بدأنا نشوف تغير في وجهات النظر او تغير في سياسة اسرائيل بدلا من الاغتيالات الاعتقالات اسرائيل اعتقلت عنصر ايراني استخباراتي في سوريا وهذا العنصر كانوا بيقولوا ان ده مواطن سوري متورط مع اللي في العمل مع شبكات ايرانية ودي المرة الاولى اللي بيعلن فيها اسرائيل عن ارسالها قوات لسوريا منذ بدء حربها على لبنان وكان برضو كان فيه عملية يعني المعارضة السورية عفوا تحدست عن ان فيه عملية كوماندز لخطف اعتقال المواطن السوري علي سليمان العاصي من بيته اما بقى في لبنان فكان فيه انزال بحري في البترون شمال لبنان واعتقلت ايضا اسرائيل عنصر بارس في حزب الله وهذا العنصر اسمه كان اتقلقت القبض على العنصر بارز وكان هو بيقال انه بيعمل خبير فيه مجاله ويقبض عليه وكانوا بيقولوا طبعا ورئيس الحكومة كان متدايق من هذا الامر وكشف الجيش الاسرائيلي بيكسف الجيش الاسرائيلي عملياته في العمق السوري وعلى الحدود وهنا كان الكشف عن هذه الشخصية لكن كان فيه غضب في لبنان بالنسبة للرد الايراني بقى الحرس السوري بيؤكد حتمية عملية الوعد الصادق الثالثة ضد اسرائيل بيرفض الكشف عن اي تفاصيل اما خامين ايه فبيقول انه هيكون فيه رد يكسر اسنان اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية اتنين كانوا توفهم الحرس السوري بس دي كان تحطم طائرة في حادث جنوب شرق ايران ده اللي تقال وتحذير لايران الجيش الامريكي يعني وصلت بالفعل قاذفات البي فيفتي تو وصلت الشرق الاوسط وده نوع من انواع التحذير لايران انها لا تقوم بايشيء اشتركوا في القناة